ما هي أنشطة الحماية الخاصة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر؟ على النحو المحدد في الوحدة الأولى يصل العديد من المهاجرين بأمان إلى بلدان المقصد ويندمجون في المجتمعات الجديدة وفي الوقت نفسه يواجه مهاجرون آخرون صعوبات كبيرة خلال السفر من بلدانهم الأم وغالبا ما يكون ذلك من خلال بلدان أخرى إلى وجهاتهم المقصودة وقد يتأثر البعض بسبب سياسات أو ممارسات محددة أو قد يواجهون مخاطر محددة تؤثر على سلامتهم ورفاهيتهم بما يتماشى مع مبدأ عدم الحياز توجه انشطة الحماية التي تنفذها الحركة في غالبيتها بمواطن ضعف المهاجرين وبصورة عامة تهدف الحركة إلى منع إلحاق الضرر بالمهاجرين حماية حياة المهاجرين الحد من معاناة المهاجرين الحفاظ على كرامة المهاجرين وتسعى الحركة إلى التأكد من حصول المهاجرين على الحماية التي يحتاجون إليها بموجب القوانين الدولية والمحلية ويشمل هذا تقديم الحماية الخاصة التي تحتاج إليها بعض الفئات المؤهلة لذلك من الأفراد وذلك على غرار اللاجئين وملتمس الوجوء وبالتالي ترتكز أنشطة الحماية الخاصة بالحركة على الاحتياجات وتأخذ بعين الاعتبار الحقوق وتستخدم الحركة وجودها العالمي وشبكتها المكونة من 190 جمعية وطنية وذلك من أجل فهم احتياجات المهاجرين المرتبطة بالحماية والاستجابة لها على نحو أفضل وعند تقييم احتياجات الحماية لدى المهاجرين تأخذ الحركة بعين الاعتبار إمكانية تغيير نقاط الضعف على طول رحلة المهاجرين بالإضافة إلى ذلك ثمت العديد من العوامل على غرار النوع الاجتماعي والسن والإعاقة والجنسانية والوضع الصحي والوضع القانوني والاجتماعي والإثنية أو بلد المنشأ والتي قد تعرض المهاجرين لتزايد مخاطر التمييز وإساءة المعاملة والاستغلال على طول مسارات الهجرة في هذه الوحدة سننظر في مختلف أنشطة الحماية والتي تطبقها الحركة نيابة عن المهاجرين ونقدم أمثلة ملموسة عن العمل الخاص بالحماية الذي يقوم به الموظفون والمتطوعون لدينا وستتمتع الآن بفرصة قراءة مزيد عن ما هي الحماية قبل أن نخوض أكثر في موضوع الحماية اقرأ المقالين التاليين عن تعريف الحماية والمبادئ المتعلقة بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر